كل شيء أعرف عن الإخراج سوف يكون بين أديكم ساعدوني أتعرف على قدراتكم بفيلم نصنعه معا تعالوا وشاركونا في التجربة الفنية الإماراتية السينما تبدأ هنا سمعتوا شو قالوا؟ السينما تبتدي من هنا وأنا أقول لكم السينما تبتدي فيكم فيلم إماراتي عربي من صنع الجنة لماذا مستغربين؟ يا مصور يا مخرج يا ممثل ولا أقول لكم؟ كلكم على بعضكم شاركونا التجربة الفنية الإماراتية السينما تبدأ هنا السلمة حكاية لنمارس فن كتابة تلك الحكاية سأبدأ بكتابة أولى المشاهد سنطلق مخيلتكم شاركونا في الكتابة في التجربة الفنية الإماراتية السينما تبدأ هنا لا تنهي عمك عن البيعة العمري إنه أمر جلل أغرب على الوجه أغرب السينما هي أنت هي قصصنا هي نبض الواقع والخيال نحن نبحث عنك في التجربة الفنية الإماراتية لنحكي قصتنا في فيلم إماراتي عربي نشاركو فيه جميعاً كنت جزءاً من الفيلم مهما كان اهتمامك سواء الكتابة التمثيل الإخراج أو أي اختصاص ضمن صناعة السينما نحن بانتظار مشاركتك بكلمة، بلحن، بصورة أو تعبير لأول مرة في العالم العربي سينما يصنعها الجمهور التجربة الفنية الإماراتية السينما تبدأ هنا حياكم الله مجدداً وقد أعلنت شمس قبل أيام عن ختام المرحلة الأولى من هذا المشروع عن التجربة الفنية الإماراتية وأهمية هذا المشروع أهم من النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى نص أضيف اليوم في ماصي الأستاذ فجر قاسم علي مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في مدينة الشارقة الإعلام شمس أستاذ فجر من أهل الدار يعني ما إحتاج أرحب فيك لكن أنت من أهل الدار حياة كلا أستاذ فجر حياة شاء الله مساء الخير للجمهور الكريم وشكراً على هذه الدعوة الطيبة العفو نتكلم عن التجربة الفنية الإماراتية يمكن أن نرى كافة في مواقع التواصل الاجتماعي حديث عن هذه التجربة لكن في البعض لا تضحط للصورة أو يمكن أن نقول أغلب الجمهور لا تضحط للصورة ما هي التجربة الإماراتية الفنية في الأساس؟ ما هي الفكرة في الأساس؟ ببساطة هي مثل ما رأنا في الفيديوهات أعطاء الجمهور الفرصة للمشاركة في صنع فيلم الفكرة بسيطة نحن في شمس أخذنا هذه الفكرة وطلبنا من الذين يمارسون التمثيل والإخراج أولاً له هو هواية أيضاً أن ينظم إلينا وأطلقنا المنصة وطلبنا من كل شخص يضع ما هو هواياته ما يحب يكون وتفاجئنا بتقريباً ألف وثنمائة شخص سجلوا في الموقع ألف؟ ألف؟ وثمانمائة شخص وثمانمائة ما شاء الله فكان التحدي شرح الفكرة للمشاركين الفكرة هي على أدة مراحل المرحلة الأولى تقوم على إعطائهم نص مكتوب لعشر دقائق الأولى من الفيلم وعليهم تصوير هذه العشر دقائق الأولى كلهم حسب رؤيته حسب رؤيته؟ هل هناك فريق يعمل على هذه العشر دقائق؟ طبعاً ما قمنا به هو في البداية هو تجميع الأشخاص إلى فرق وتم تشكيل 32 فريق تقريباً حتى الآن وهذه الفرق منتشرة على إمارات الدولة تقريباً من 11 فريق من الشاركة أستوضح بس أستاذ فجر أنتوا اللي شكلتوا الفريق؟ ساعدنا الشباب في تشكيل فرق ما بيناتهم جميعاً هذا صوت فجمعنا كلنا هذه الأشخاص في فرق وخلال هذه الفترة المرحلة الأولى تم إعطاهم دورات دورة في الإخراج ودورة في التمثيل ودورة في كتابة النصوص بالإضافة في المنصة نفسها موجود ما يزيد عن 800 فيديو في كيفية صناعة السينما يعني اللي يريد أن يخرج ما الفيديوهات يتعلم في الإخراج التصوير الإنتاج الميك أب آرتيس القرافيك ديزيان ونحن كنا معاهم بأيدي بأيدي وكان حتى فيه مثلاً كم فرقة شكلتوا؟ حتى الآن في 32 فريق 32 فريق كل فريق يتكون من تقريباً يعني فيه فرق 50 شخص في فرق 30 شخص أتوقعتك تقولي عدد صغير يعني عشر أشخاص مثلاً على حسب الفريق وفيه فرق صغيرة وفيه أشخاص بروحهم يقولك أنا بس مهتم في الكتابة أنا مهتم فقط في الميك أب فهو ممكن يلتحق بفريق لاحقاً ممكن فلذلك هذه هي ميزة المراحل أي شخص ممكن يلتحق في أي مرحلة جميل جداً وينضم إلى فريق ويساعدهم فالمرحلة الأولى كانت عبارة عن تصوير العشر دقائق الأولى التي قمنا بإعطاهم النص ومتابعة الفريق الملهم للفرق وإعطاهم الإرشادات في مواقع التصوير طبعاً فريق الملهم وجهدهم كلهم تحية المبدعين اللي شفناهم في الإعلان طبعاً مخرجة المبدعين أهل الفهد الكاتب محمد حسن كتير حبيب غلوم وعبدالله بن حيدر يعني شفنا مجموعة المبدعين هؤلاء هم فريق الإلهام أو الملهمين فريق العمل اللي يشتغل خلف الكواليس يساعد الفرق في الأمور اللوجيستيكية يعني مثلاً التصاريح الأماكن التصوير مساعداتهم مثلاً في المعدات فنحن شمس نقوم بكل هذه الأمور يعني بحيث أن هذه الفرق تنتج هذه العمل الفكرة هو إعطاء الجمهور فرصة لدخول عالم السينما عن طريق احتضان هذه المواهب ورعايتها وخلق مجتمع سينمائي في مكان واحد هو مدينة الشرق الإعلام شمس جميل جداً نتابع طبعاً حديثنا أستاذ فجر عن هذه التجربة الجميلة بتأكيد بتفاصيلها وين بنوصل كذلك أيضاً في نهاية هذه التجربة الإماراتية لكن بعد هذا الفاصل حياكم الله إذن مشاهدينا مجدداً ما زلنا نتحدث عن تجربة الفنية الإماراتية وظيفنا في الأستوديو بالتأكيد أستاذ فجر قاسم علي مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في مدينة الشرق قال الإعلام شمس حياك الله أستاذ فجر مرة أخرى سهلا فيك تكلمنا عن المرحلة الأولى من تجربة الفنية الإماراتية دعنا نتكلم عن المرحلة الثانية هي طبعاً تنقسم إلى ثلاثة مراحل لا هي أكثر من خمس إلى ست مراحل خمس إلى ست مراحل لكن في بعض المراحل مدموجات مع بعض يعني المرحلة الأولى يعني كل مرحلة فيها مثل مرحلتين المرحلة هي النص العشر دقائق الأولى الذي يصورك الفريق زائد مطلوب منهم كتابة العشر دقائق التالية من الفيلم المرحلة التالية الآن بالضبط فكل فريق يأتي بأفكار وتصور يشوف مثلا البطل هذا ممكن يلغيه في الجزء الثاني أو في العشر دقائق الأخرى وهذه النصوص ترجع مثل ما يصير أعتقد أستاذ بجر في المسلسلات التي هي أكثر من سيزن فهذا النص يرجع أو يعود إلى الفريق الملهم يقومون بقراءة كل النصوص الواردة إليهم ممكن يختارون أحد هذه النصوص ممكن يختارون مجموعة من النصوص ويطلعون بنص جديد أو يختارون نص جديد من عندهم هذا طبعا للمرحلة الثانية الثانية فالنص الجديد يتم تصويرها يتم تصويرها وهلما مجر إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة الفرق تعلمت على مدار ستة أشهر سيكون عليهم كتابة آخر خمسة عشر دقيقة زائد تصويرها الآن الفريق الملهم في هذه المرحلة ما سينقح ما سينقح ما بكل دور في تنقيح النص في المرحلة الثالثة ممكن إرشادات لأن كل فريق تتعلم وممكن من خلال الدورات التي كانت في حضراتك بضع الدورات مستمرة في الشهر هذا في دورة إن شاء الله وفي شهر سبعة وفي شهر تسعة يعني دورات مستمرة في الإخراج في تصوير السينمائي في الإنتاج السينمائي في التلحين والموسيقى ودورات أخرى زائد بالإضافة أن مديرة شرق الإعلام عندها دورات مستمرة على مدار العام طوال العام يعني على غرار التجربة الفنية الإماراتية وأي شخص ممكن يشارك فيها هذه الدورات مفتوحة للجمهور بشكل كامل سواء كان من داخل دورة الإمارات أو حتى من خارج دورة الإمارات بضب بس عشان يتواجد يعني وبالنسبة للتجربة الفنية الإماراتية ففي المرحلة الأولى يعني لو تسمحي لي يعني نتاج بعض النتاج بعض الأرقام يعني اعتقدت أنها يعني يمكن سردها يعني كان نتاجها تقريبا ستمائة ممثل أكثر من مئتين مخرج ماشاء الله حوالي مئتين كاتب سيناريو مئة وخمسين منتير تقريبا سبعين مصور أكثر من ستين مصمم غرافيك وحوالي ستين خصائي مكياج وميكب وأكثر من أربعين ملحن هذا فقط في المرحلة الأولى طبعا الاشتراك مفتوح على طوال المراحل كلها ممكن أي شخص ينظم في أي وقت عليه الرجوع فقط إلى المنصة www.entertainmentexperience.ae والتسجيل وسيقوم الفريق بمساعدته أما بالاتحاق ضمن فريق أو العمل وحده يعني يا جماعة بس حطونا الموقع أو المنصة عنوانها طبعا www.entertainmentexperience.ae هذا طبعا عنوان المنصة التي ممكن تدخلون عليها وكذلك أيضا تشاركون وفي هذه المنصة أيضا ستفجر توجد التجارب التي صورت العشر دقائق الأولى ممكن الجمهور يصوت عليها يعني ممكن أنا عيبتني فكرة التصويت طبعا الجمهور لازم يعني يشارك طبعا الفريق الملهم بيكون أيضا تصويت على كل عشر دقائق ولكن الجمهور يعني ممكن الجمهور يقتلح أفكار جديدة ممكن الفرق تتأثر بأراء الجمهور يعني إجابا وليس سلبا يعني أنه والله لا نخذوا الخط التالي أو كذلك لا اليوم الجمهور لا تأثير كبير رسال فجر على ما يقدم في السينما العالمية أو في الدراما العالمية كيف لا يكون لها تأثير بالتأثير لا يعني الجمهور حتى في السينمات المختلفة مرات على حسب ردة فعل الجمهور ينتج الجزء الثالث أو الثالث وهكذا ما يريده الجمهور في بعض الأحيان يعني له تأثير كبير يمكن الجمهور طيب الآن نتكلم عن المراحل طبعا هذا العنوان موجود الذي يحب أن يشارك والدال طبعا الباب الاشتراك مفتوح حتى المراحل القادمة في التجربة الفنية الإماراتية مثل ما تشوفون طبعا العنوان جدامكم الآن ستفجر بعد المرحلة الثالثة دعنا نقول الأخيرة ما الذي سيحدث لكافة الأفلام التي تنتج ما هو نتاج التجربة الإماراتية الفنية؟ حلو ممتاز سؤال جميل هناك أكثر من نتيجة أو لما كنا سقلنا عدد من المواهب ممكن لهذه الفرق أن تعمل مع بعضها في إنتاج أفلام، إنتاج برامج، إنتاج مسلسلات إلى آخره وشمس ستساعدهم في هذه المراحل المختلفة أما بالنسبة للصور طبعا حتى الآن تم رفع 26 فيلم نحن نتوقع في زيادة في عدد الأفلام المشاركة في المستقبل سيتم عمل نوع من التجمع لعرض هذه الأفلام جميل و سيتم اختيار نوع من الأفلام الفائزة دعونا نقول الأول، الثاني، الثالث و يسم أيضا تكريم مثلا أفضل مخرج أفضل ممثل من هذه التجارب كنوع من التشجيع ورفع المعلومات زائد بعد هذا الفيلم الذي سيتم اختاره على كل مرحلة سيتم تصويره هناك فيلم سيتم اختياره كأفضل فيلم في كل مرحلة في كل مرحلة، فيستم تركيب هذا الفيلم و يسم تركيب الأجزاء الثلاثة أو المراحل الثلاثة بالضبط، و سيتم تصوير هذا الفيلم وهذا الفيلم الذي سيصور عن طريق الفريق الملهم سيُعرض في السينما جميل، سيُعرض في سينما الإمارات أو؟ طبعا، و نشارك إن شاء الله نحن نحن نحاول نشارك فيه في المهرجانات المختلفة لأن التجربة هذه بدأت في هولندا و الفيلم الذي تم تصويره حاز على جائزة الأمي فنحن نطمح الأمي أوردس فنحن نطمح أيضا أن نشارك في الأمي جميل جدا، لماذا؟ هذا الطموح كبير جدا بضبط، و جميع المشاركين أسمائهم ستكون في الفيلم من ضمن الكريديت أو تيتر الفيلم النهاي، حتى لو كان مثلا أجزاءهم لم تختار سيتم لأنهم ساهموا في صناعة الفكرة جميل جدا، أنا وعيد أحب الفكرة الحقيقة و أحب يعني الإفرازات يمكن اللي بتطلع أو نتاج يمكن هذه تجربة الفنية الإماراتية، اليوم ستفجر يمكن واحد من الأهداف هو تكوين قاعدة بضبط، كبيرة من جيل جديد من السينمائيين، وأعتقد أن في هذا العصف الذهني المطول إذا صح تعبيري من بداية التجربة إلى نهايتها ستخرج إفرازات جميلة جدا، وهو الهدف، أحد الأتفاف الرئيسة من تأسيس شمس حسب المرسوم لتأسيس شمس هي رعاية وصقل المواهب واحتضان المواهب، هذه المواهب محتاجة إلى موقع يحتضنها إلى مكان يسقل المواهبة، يعطيها الدفعة يمكنها من من الدخول في هذا المجال أنت اليوم تحب التمثيل، بس أين تذهب؟ أين تذهب؟ تتوجه إلى التجربة الفنية الإماراتية أنت مخرج، أنت عندك مواهبة الكتابة، فهذا موقع حاضن لهذه المواهب صحيح فالتجربة الفنية الإماراتية هي أولى التجارب التي ستقوم فيها شمس لإحتضان المواهب هناك مباترات إن شاء الله قادمة في المستقبل لإحتضان مواهب بشكل يعني نفكر في أشياء مثلا في تطوير المحتوى لا نعطي تفاصيل، وسنقول شكل عام يعني اليوم مثلا المحتوى، كلنا اليوم نهتم بالمحتوى يعني اليوم أفكر كان محتوى مقروء، مسموع، مصور، فيديو، كلنا نبحث عن المحتوى هناك مبادرات لتطوير المحتوى اليوم أي شخص يملك واليوم في اتجاه كبير لتطوير المحتوى الحقيقة في العالم لأن أصبح عندنا إدمان للمحتوى يعني كمية المحتوى التي يتم استهلاكه من قبل الأشخاص تضاعف عشرات المرات صحيح، في السنوات الأخيرة يعني لو أخذنا على سبيل المثال الصحيفة المطبوعة والصحيفة الإلكترونية فالصحيفة الإلكترونية محتاجة عدد أضعاف العدل اللي كانوا يعملون لأنه محتاجة بكل شوية أبديت تطوير للموقع يعني لو ذهبت إلى موقع صحيفة أو إلى موقع إلكتروني لا يجدد كل عشر دقائق أو كل خمس دقائق فالصفحة الإلكترونية اليوم التي لا تجدد نفسها كل خمس دقائق كل عشر دقائق التي لا تطور المحتوى باستمرار لأنه فيه شغف أنت اليوم قرأت خبر ترجع بعد شوية أين وصل هذا الخبر ولابد أن يكون مطعم بفيديو أو يكون مطعم بصور يعني الناس تبحث عن الخبر بتفاصيل ربما مهمة وتحديث لهذا الخبر اليوم المنصات انتشرت في السابق كنا ننتظر مثلا يوم الخميس الجمعة نشوف مسلسل أو فيلم اليوم تدقين على منصات مختلفة يعني كمية الأفلام المتوفرة إلى ما لا نهاية بلغات مختلفة عربي انجليزي هندي على طار الأفلام وكذلك أيضا المنصات المختلفة ساتفجر إذا أنا بنيت قاعدة اليوم مثل ما تعمل شمس من السينمائيين جيل جديد من السينمائيين كذلك أنا ربما هذا الذي يشارك اليوم في التجربة الفنية الإماراتية والذي يدخل إحدى الدورات قد لا يحال فيه الحظ أن يمثل أو ينتج أو يخرج فيلم لكن أنا في النهاية بنيت جيل جديد واعي من المشاهدين اليوم نحن نعرف أن المشاهد هو المنتقد الأول لكافة لا أقول أعمال السينمائية أو الدرامية المحتوى بشكل عام المحتوى بشكل عام هو المنتقد الأول هو الحكم وهو اللي يستطيع أن يغير في مصير هذا المحتوى هو اليوم المشاهد أو المتلقي صار يملك أكثر من خيار يعني ليس بالضرورة أن نتبع شي يقول المتلقي بالضبط ولكنه عند خيارات أخرى إذا لم يحوا هذا المحتوى ولكن نحن كجهة نحن مسؤولية مجتمعية نحن نود أن نعطي هذه الشباب هذه المواهب الفرصة وتدعيمها بالتجربة يعني هو عندما يشتغل على كتابة سيناريو على تمثيل على الإخراج على التصوير على المكياج على الموسيقى على المونتاج يعني الفكرة كانت سابقاً والله الناس تبتمثل هذه السينما أو لا هناك فروع أخرى غير التمثيل يعني كتابة إذا لا يوجد نص لا يوجد تمثيل إذا لا يوجد مخرج إذا لا يوجد مهندس صوت مهندس إضاءة مونتير هذا عمل متكامل فنحن نحاول خلق بيئة أو مجتمع متكامل يمكنه صناعة محتوى أضيف على كلامك أستاذ فجر المحتوى هذا يجب أن يكون محتوى موجه يواجه اليوم كافة المحتويات ربما السيئة اللي نحن نشوفها اليوم في كم المحتوى الهائل اللي يقدم لنا بشكل يومي طبعاً فعندما أخلق جيل جديد يكون هذا الجيل كذلك أيضاً قادر على أن ينتج محتوى موجه لأبنائنا لشبابنا فعلاً يعني شوف المنصات أفتوحة اليوم وأي واحد ممكن يلجي إلى أي منصة ولكن أنت عندما يكون عندك قاعدة تتربى أو تعلم على عدد من القيم والأخلاق والعمل الصح ستنجب محتوى قادر على منافسة المحتوى لأنه هم شيء في صناعة المحتوى أيضاً الحرفية بضبط ممكن أنت عندك تكون محتوى جيد ولكن ليس بحرفية بضبط فالجمهور لا يجذبه لا يجذبه قد نقول أنه ليس بالمستوى الاحتراف المطلوب فهذا هو الهدف الآخر أيضاً هو تقديم الاحترافية لهؤلاء الشباب لصناعة محتوى هادف واحترافي نعم الحديث ممتع جداً يا أكستاذ فجر طبعاً كان بيودي طول الحديث لكن للأسف وقتنا انتهى شكراً لأكستاذ فجر قاسم علي مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في مدينة شارقة الإعلام شمس شكراً لأكستاذ فجر إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر